موسيقى نحييكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من أربيل من المعروف أن القطاع الصحي هو من أهم القطاعات الخدمية بالنسبة للإنسان كونه يتعلق مباشرة بحياته في إقليم كردستان الواقع الصحي تنامى إلى حد ما خلال الفترة الماضية بعد افتتاح أعداد كبيرة من المستشفيات الخاصة سيما في أربيل ولكن هل أدى ذلك إلى كسب ثقة المواطنين؟ وهل هناك ضمان صحي يضمن الجميع في التشخيص والعلاج؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقتنا لهذا الأسبوع والبداية مع استطلاع لأراء المواطنين عن الواقع الصحي في إقليم كردستان لا والله ما عندي ضمان صحي يعني نتعالج عن طريق المستشفيات الحكومي فقط لا غير يعني ما نقدر يعني على العيادات الطبية تعرفين أنت يعني غلاء يعني فما نقدر يعني فما نتعالج يعني على طريق العيادات لا أكيد على حسابي ماكي ضمان صحي هنا أكي مستشفيات حكومية بس فقط يكتبون العلاج وكل خارجين تشتري ماكي يعني إسا يغلب المراجعين يشترون من الصيد الياد مع الأسف الطب عندنا ينظرون نظرة مادية فقط ليس نظرة إنسانية مثل باقي الدول يعني الطبيب أنت تراجعين مثلا بالمستشفى ما يهتم إليك قد ما تراجعين مثل العيادة الخاصة يقوم يهتم إليك ويداريك معنا على 24 حبايا بينما هو نفس الطبيب راح تتروحي للمستشفى يهمليك لأنه تدفعين فلوس زايد يقوم يخدمك لأنه هاي النظرة القاسرة واللي هي غير نظرة إنسانية بالنسبة للطب الأقليم زيان وكل شيء متوفر بس إحنا نعالج على حسابنا حكو عندنا واحد إسا عنده تبديل كله يعني أصدقاء وأقاربه وهايا لمو لجم فلس والدكتور صديقي رحت له سوى لنص التخفير لا ما عندنا ضمان صحيح هنا منو عنده ضمان صحيح إذا صار شيء لا سامح الله كله على حسابنا ولا نهائيا ما نروح يعني ما زايرة بصراحة ما شايفتها ما عرف المستشفيات الحكومية ما ثق بالطباء بيها ما ثق بالعلاج ما عرف اش راح يسوون يعني ما عرف واحد يخاف على أطفاله على كل شيء الحكومية كل شيء يعني تعبانا ما تعتني مثل المستشفيات الخاصة لو الدكتور الخاص هناك كلها يعني واحد يذب للاخ واحد يعني مو هلقت اعتناء مثل الخاصة أنا بالنسبة لي أنا مو زنقين أنا إنسان موظف علاقة حالي أنا وزوجتي موظفة عندي أربع عام أنا ادائنت رحت أنا على موض الفقرات سويت فحوصات قالوا لي عندك مشكلة بالقلب قالوا لي لازم تعالج القلب أول مرة يلا نسوي لك عملية فافطريت قالت أنا ما عندي قسمة بهاي البلد خلي أروح أمود بالبيت رجعت ورا سنة هم رجع علي بالبيت أختي انططني دفتر وزوجت أخوي انططني دفتر وروحت عالجه وسويت العملية ونلتقي بالنائبة أواز حميد أفندي عضو لجنة الصحة في برلمان أقليم كردستان أهلا بكي يعني هل لمستم قصور في أداء المستشفيات في أقليم كردستان؟ نعم يوجد تخصير وسابقا أيضا كان موجود في المستشفيات العامة وسوف تستمر هكذا ما لم يكن هناك نظام صحي معتمد بشكل مدروس أما في الوقت الحالي وفي ظل الأزمة المالية الحادة التي يمر بها الأقليم لا يمكن لنا إثارة هذا الموضوع ولا ننسى أيضا أن المستشفيات الحكومية تعاني من كثرة المراجعين من جهة وعدم موجود الإمكانيات المالية من جهة أخرى لكن ألا ترون بأن المواطنين في أقليم كردستان لا يستطيعون دفع التكاليف الباهظة بالنسبة للمستشفيات والعيادات الخاصة؟ ليس الآن بل سابقا أيضا الأغلبية الساحقة من سكان أقليم كردستان لم يكن باستطاعتهم مراجعة المستشفيات الخاصة بسبب التكاليف الباهظة وأنا معك لهذا السؤال نحن بدورنا قدمنا مشروع يخدم المواطن والمستشفيات العامة في آن واحد من خلال تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات العامة مساء مقابل مبلغ مالي بسيط لا يوار كان يجدوان بكان ولكن أين وصل هذا المشروع؟ لجنيت تندرستي نحن قدمنا هذا المشروع إلى مجلس وزراء قليم كردستان وأحد المواد هو تخفيض أسعار الكشف الطبي في العيادات والمستشفيات الخاصة والمختبرات يتم تنفيذ جميع بنوده في حال موافقة عليه هناك الكثير من العوائل الكردية تهاجر وتتحمل مخاطر الهجرة والطريق لأنه لديها مرضى هناك ربما تتلقى العلاج الأفضل خارج البلد أفضل مما موجود في أقليم كردستان فماذا ترين أنت؟ من قناعة بو موضوع أين هيتك؟ شخصيا غير مقتنعة بهذا الموضوع لأن في الماضي أيضا كان هناك أمراض وكانت المستشفيات تقدم نفس الخدمات ووزارة الصحة لم تقصر في إرسال العديد من الحالات المستعصية لتلقي العلاج خارج البلاد ويمكن أن يكون هناك حالات استثنائية ولكن لا أقتنع بالتصريحات المهاجرية هل وزارة الصحة أرسلت المرضى إلى خارج البلد للعلاج؟ هل هم ناس مواطنين عاديين أم من أصحاب النفوذ؟ هل هم علاقة بالمسؤولين؟ أستطيع أن أقول بأن الوساطة لها تأثير كبير في هذا المجال ولكن تم إفاد العديد من الحالات المستعصية مستحق بوينا ولكن لماذا المواطنين في أقليم كردستان يشكون من هذا الموضوع؟ طبعا في كل مكان هناك شكاوى وربما لا تستطيع الحكومة تلبية جميع مطالب المواطنين ولكن بصورة عامة لم تقصر وزارة الصحة في هذا المجال بالمناسبة أنت تحدثت عن الضمان الصحي هل لديكم خطة أو وضعتم برنامج لتحقيق هذا في الواقع يعني تحقيق ضمان صحي حقيقي لجميع مواطني أقليم كردستان؟ نعم بكل تأكيد قدمنا مشروعا متكاملا للضمان الصحي ولكن مع بدء المناقشات بشأنه تعرضنا إلى عوائق وأصبحنا في طريق مزدود وفعلا اقتنعنا أن يجب أن يمر هذا المشروع بخطوات مدرسة كما أسلفت سابقا حسب القانون بأنه 17% من الأدوية المخصصة للإقليم من قبل الحكومة المركزية يعني ألا ليس من المفترض أنه بوجود النازحين أن يكون هناك زيادة بهذه النسبة من الأدوية؟ للأسف ليس 17% بل إلى الآن نستلم تقريبا 40% ولكن هذه النسبة لا تكفي مع وجود عدد كبير من النازحين واللاجئين في الأقليم وأغلبهم يعانون من أمراض جسدية ونفسية بسبب الظروف التي يمرون بها وهم في العادة يراجعون المستشفيات العامة وبلغت نسبتهم تقريبا 60% من إجمال عدد المراجعين وفي هذا المجال تحديدا الحكومة المركزية لم تقم بواجبها بصورة صحيحة وبالمناسبة التقيت بعدد من المنظمات العالمية المتخصصة في مجال إغاثة النازحين وشددوا على تسليم كمية كبيرة من الأدوية للحكومة العراقية خلال الفترة الماضية ولكن بغداد لم تسلم الأقليم أي حصة من تلك المساعدات مع الأسر كيف تقيمون عمل نقابات الأطباء وذوي المهنة الطبية؟ أنا شخصيا غير راضية على أداء النقابات والمهنة الطبية في أقليم كردستان كون المنتسبين فيها جاءوا وفق محاصصات حزبية وليست مهنية وبالتالي لا يمكن لهم مراقبة الأطباء بمهنية النائبة أواز حميد أفندي عضو لجنة أفطحة في برلمان أقليم كردستان شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا أما الآن مشاهدين نبقى مع وقفة قصيرة مع هذا الفاصل ثم نكمل حلقتنا لهذا الأسبوع أهلا بكم من جديد الواقع الصحي في أي بلد لن يتطور ما لم يكن هناك تعاون متبادل بين الحكومة والأطباء والنقابات وذوي المهنة الطبية لنرى كم هو حجم هذا التعاون في أقليم كردستان ونلتقي بالدكتور إحسان همواندي أهلا بك دكتور هل تدعمكم الحكومة بإقامة مشاريع خدمية وصحية؟ تقصد حكومة أقليم كردستان أو حكومة بغداد؟ حكومة أقليم كردستان بالتأكيد حكومة أقليم كردستان قامت في السنوات الماضية بإسناد كبير لإقامة المشاريع كانت صحية أو كانت منحة الأدوية من الأشياء ولكن في السنتين الأخيرتين قلت الميزانية وقلت الموء الفلوس فهالأشياء ضعفت بشكل عام عندنا الآن مستشفيات أكثر من ما نحتاجها ولكن هذه مستشفيات أهلية والأهلية ما تعني بالضرورة بأن هذه في قدمة العامة وإنما قدمة لأدوان فلوس هل تدعمكم الحكومة بإقامة دورات مهنية في الدول المتطورة؟ هي الحكومة تقوم بإقامة علاقات مع الدول الأخرى الدول الأخرى التي تنظم مع حكومة أقليم كردستان دورات خاصة خصوصا في ألمانيا لدينا بعثات نسميها قسم منها لمدة أسابيع أو أشهر والقسم الأخلي اختصات لمدة سنوات يعني موجودة هذا الشيء شكرا لك دكتور ونلتقي أيضا بالدكتور علي الجنابي أهلا بك دكتور يعني شلون تشوفون الخدمات التي تقدمها المستشفيات الأهلية يعني هناك دعم حكومي لها؟ حقيقة بالنسبة للمستشفيات الأهلية المفتوحة الآن في كردستان أغلبها هي من صيغة الاستثمار بالبلد فناس أطباء وغير أطباء يستثمرون بالجانب الصحي هذه المستشفيات حقيقة أنها تعتمد على الموارد التي يقدمها المستثمرين وأيضا تحدد أنظمة موجودة أنظمة في وزاة الصحة وكذلك في نقابة الأطباء وهذه المستشفيات كلها تخضع إلى أنظمة وزاة الصحة في الإقليم وكذلك نقابة الأطباء في الإقليم أيضا طيب ماذا عن نقابة الأطباء سواء في المركز أو في الأقليم هل تقدم الدعم للأطباء؟ نقابة الأطباء لديها قوانين وأنظمة واجب نقابة الأطباء هو المتابعة الأطباء سواء في عياداتهم أو في مستشفياتهم حول كيف تقدم الخدمات الطبية هل تقدم الخدمات الطبية للمواطن في هذه المراكز والمشفيات على الوجه الأكمل؟ وحقيقة للأمانة أذكر وليس من باب المجاملة أن نقابة الأطباء في كردستان يعني تقوم بالدور المطلوب من عيدها على الوجه الصحيح نعم الدكتور علي الجنابي شكرا جزيلا لك ومعي أيضا الدكتور راوند عثمان صديق أهلا بك نقابة الأطباء هي التي تنظم عمل العيادات الخاصة والمستشفيات والأطباء العاملين بها كيف ذلك وأقليم كردستان اليوم يسجل رقم قياسي بعدد العيادات الخاصة؟ صح مرحبا بكم قناة الحرة النقابة الأطباء هو السند الوحيد لكل الأطباء يعني هسا بالظروف الراهنة في العراق يعني كثير الأطباء الممتازين اللي تركوا بغداد وكافة المحافظات هسا فاتحينوا باب واشتغلون في أربيل والحمد لله واشكور لصالح الشعب العراقي طمعا لأن الدكتور لما يتغرب بره خلاص انتهى وكل ما تقترب كم سنة تبقى بالغارج لازم ترجع لبلدك أخير ثاني طيب شلون يقدر الطبيب برأيك أنه يوفق في عمله وهو يعمل في الصباح المستشفيات الحكومية والعصر بالعيادات الخاصة وربما هناك أيضا عمليات جراحية إذن كيف يوفق ويركز على عمله برأيك؟ هو اختيار الطبيب يعني حياة الدكتور يعني حياة جامد يعني صعب مو سهلة يعني صبح عيادة أو مستشفيات وبالأخير يرجع العيادة مالتا هو صعب يعني بالتوفيق يعني ولكن هو هو هذا الحياة الطبيب يعني يبتعد عن أهله وزوجته وأطفاله لنصر الذي يرجع وخفارات وصعبة يعني مو سهلة يعني لهذه السبب المواطنين راح يقولنا أنتم صرتوا تجار لهذه السبب واحد يختار يعني مو كل شيء يعني عالصر ما معقول يوم من سوى 12 عشر عملية يعني الإنسان هو مو بنزين وسيارة يعني يحتاج حالة نفسية ويحتاج راحة البال ونلتقي بالدكتور خالص قادر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في أقليم كردستان أهلا بك دكتور باختصار ما هي إنجازات وزارتكم وزارة الصحة في أقليم كردستان في مجال الخدمات الصحية شكرا جزيلا كما نعرف أولا في كأقليم نحن دنعاني من مجموعة من الأزمات أهم الإنجازات في ضمن هذه الأزمات هي استمرار خدمات الصحية بشكلها الموجود وتقديمها للمواطنين لكن إذا نرجع قليلا للسنوات السابقة كان هناك تطور كبير في قطاع الصحة بازدياد وتوسيع بنيات التحتية لقطاع الصحة في الإقليم منها المراكز ومستشفيات جديدة في جميع أنحاء إقليم كردستان منها إذا أعطي المثل كان لدينا 20 مشروع لبناء المستشفيات في جميع الإقليم لكن مع الأسبب بسبب الأزمات المشاريع توقفها ولكن في الوقت الحالي نشاهد المستشفيات العامة لا تتناسب مع زيادة الكثافة السكانية أكيد لأن هناك ازدياد لعدد السكان بسبب تقبال عدد كبير من النازحين واللاجئين في الإقليم هذا يؤثر والنقطة الثانية بسبب توقف المشاريع في بناء المستشفيات هذا هو السبب لكن الآن لدينا 75 مستشفى عام في الإقليم مع وجود أكثر من 52 مستشفى خاص بداخل الإقليم لماذا يسافر مواطنون من أقليم كردستان خاصة المسؤولين يسافرون إلى دول الجوار وربما إلى دول أوروبا لتلقي العلاج والأمثلة كثيرة على هذا المواطن أولا السفر إلى خارج لأخذ العلاج هذا حق من حق المواطن والمريض في جميع أنهاء الآلم هذه الظاهرة موجودة أكو أسباب كثيرة أولا لحد الآن هناك بعض العلاجات خصوصا العمليات الدقيقة غير موجودة لا في الإقليم وحتى غير موجودة في العراق وكذلك أكو بعض العمليات التشخيصية يحتاج إلى أجهزة أو عمليات علاجية مثلا علاج ليزرية لا موجودة لحد الآن هذا سبب الثاني وأكو سبب ثالث كحرية الشخص لماذا لا تستوردون هذه الأجهزة؟ لماذا تفتقرون إليها؟ أسباب كثيرة صراحة مثلا أكو أسباب إلى علاقة بالحصارة الموجودة لحد الآن العراق بشكل عام والإقليم والأزمة المالية سبب ثاني من الأسباب التي لم نقدر لحد الآن أن نوفر هذه الأجهزة والمستلزمات الضرورية الغير موجودة لحد الآن ولكن الأزمة المالية التي تتحدث عنها هي الآن يعني خلقت ولكن قبل خمس سنوات لماذا لم تستوردون هذه الأجهزة؟ أكو مثلا واحد من الأجهزة التي يسمى ببيتسكانهاي أو الأشع الضرية كان هناك حصار على العراق حتى مستوى المركز ما كانوا يستطيعون أن يشتروا أو يوفروا تلك الأجهزة حتى الآن في العراق غير موجودة مثلا جهاز ببيتسكان لحد الأنوى موجودة لا في أي محافظة من الأرض هذا كان السبب ليس فقط الأزمة المالية والسبب الثاني قبل فترة مثلا لم يكن هناك الإمكانيات الإنسانية الإختصاصات الدقيقة لم يكن موجودة الآن هذه الإختصاصات جديدة وموجودة لكن يصاحبها الأزمة الأزمة المالية والأزمة لكن هذا يعني ألا ترون بأنه يسبب عدم ثقة من قبل المواطنة تجاه المؤسسات الطبية كما ذكرت هناك أسباب كثيرة ممكن تكون واحد منها ممكن تكون سبب أو مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام والدخل الفردي والتطور الضئيل في قطاع الصحة مثلا هذا واحد من الأسباب هل صحيح هناك شحة في الأدوية والعقاقير حتى في الصيدليات الخاصة مع وجود هذا الكم الهائل من النازحين وحتى المقيمين في أقل مع الأسف نعم الآن موجود هذا وليس في قطاع الخاص صراحة ولو في قطاع الخاص قد كان هناك مجموعة من تعليمات جديدة لضمان السيطرة على جودة الأدوية الآن أي أدوية يدخل إلى الإقليم لازم يفحص من قبل السيطرة النوعية للأدوية والمستلزمات الطبية في الإقليم هذا تسبب في تأخر أو تقليل حجم المستوردات للأدوية إلى الإقليم لكن شحة الأدوية بقطاع العام بسبب ازدياد العدد السكانية بسبب النازحين وكذلك الأزمة المالية هناك شحة في بعض أنواع الأدوية وليس الأدويات الضرورية ألا ترون بأنه الكشف الصحي وتكاليف العلاج باهظة جداً في الأقليم؟ في قطاع العام لا غير صحيح في قطاع العام التكلفة قليلة جداً لكن في قطاع الخاص نعم هناك وخصوصاً بالظروف المالي الآن لكن لدينا مشروع لتنزيل سعر الأدوية وكذلك العمليات وجميع خدمات الصحية في قطاع الخاص لكن في قطاع العام لا ولكن نشاهد أو نلاحظ أو نسمع أحياناً بأنه الأطباء في العيادات أو المستشفيات الخاصة يكشفون على خمسين مريض ربما في خلال ساعتين هل هذا صحيح؟ هل انتخذتم إجراءات بهذا الخصوص؟ هناك حالات فردية نعم هناك حالات فردية وناقشنا هذا الموضوع مع نقابة الأطباء لأن العيادات تابعة لنقابة الأطباء حسب القانون لديهم صلاحية والقانون أعطاهم الصلاحية لمراقبة وأخذ الإجراءات اللازمة ولكن هذه الحالات فردية وأيضاً هناك عمليات جراحية تجرى بالجملة حتى وإذا كان المريض أنه ما يحتاج لها ولكن ربما هي أصبحت موضة العصر؟ لا غير صحيحة ليس هناك عمليات بالجملة هذا غير صحيح لأن إذا تقارن عدد العمليات يمكن إزدادت مقارنة بالسلاوات السابقة لأن عدد المرضى أكثر عدد السكان أكثر لكن القرار على العملية تكون قرار علمي الدكتور خالص قادر المتحدث الرسمي باسم وزارة أسطحة في أقليم كردستان شكراً جزيلاً لك إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل وبنفس الموعد هذه تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر